انطلق موسم حصاد القمح في مزرعة الشهيد محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية بمحافظة شمال سيناء وخلال عملية الحصاد التي شهدها محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة تم تأكيد على أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في شتى القطاعات خاصة قطاع الزراعة حيث توفر محطة معالجة مياه بحر البقر خمسة ملايين وستمائة ألف متر مكعب من المياه تكفي لزراعة أربعمائة وستة وخمسين ألف فدان بوسط سيناء مع توفر مياه ترعة السلام التي تروي مائتين وخمسة وسبعين ألف فدان أخرى